سلام عليكم البنات مرحبا بكم معي في فيديو جديد انشاء الله البنات كامل تكونوا بخير الفيديو تاع اليوم جبت لكم بصبلي المزيوت لي طلبوها مني بزاف بزاف المشتركات سقطو المشتركة اللي واسمها نوال نوال راني نحييك منا من الكوزينة ديالي رايحة انشاء الله اللي بي طلبك ديالك حبيبتي وانشاء الله تعجبك الوصفة وتجربها وتنجحي فيها وصفتنا تعليوم البنات واش نصحق لها نصحق لها المارغارين رايحة نرفض 250 غرام مارغارين يعني نصف علبة 500 غرام عندي نصحة وعندي زوج صفار بيت وعندي ثاني رشة على الملح وعندي عطر الليمون لي من استغناش عنه هذا العطر بزاف هايل وابنين وعندي واحدة ريحة هايلة وعندي آآ نصف كاس تعزيت يعني زيت في الصبلي رايحة يعطيلو القرمشة آآ تعو عندي كاس تقريبا ونص تع سكر ناعم يعني كاس تقريبا ونص وعندي آآ المكويل آآ اللي قلت لكم عليه في العنوان يعني على طريقتي الخاصة هاد البنات آآ بيمو بيمو ورحيتو رايحة نضيفه للصبلي ديالي يعطيلو واحدة البنة ما نقول لكم شا البنات حتى تجربوه هاد يعني البسكويت بزاف بنين في الصبلي وعندي الفارينا وباكي تاع الخميرة يعني شوفوا البيمو كيفاش عامل هدا هو لي درت رايحة ندير كما قلت لكم ميتين وخمسين غرام آآ مارغارين ونزيد الزيت ونزيد آآ زوج صفار بيت رشة على الملح ونضيف العطر الليمون ونضيف السكر حوالي كي ما قلت لكم آآ كاس تقريبا ونص سكر ناعم رايحة نخلط لبنات هاد الخليط مع بعض في نفس الوقت رايحة آآ نغرب الفارينا ديالي والاليوفور ديالي والاخبيرات الكيميائية حكذا من بعد ما صفيت الفارينا ديالي راح نخلط الفارينا والخميرة مع بعض من بعد ما تخلط الخليط ديالي راح نضيف آآ البيسكويت ديالي ولا البيمو ديالي ونضيف الفارينا والخميرة حتى تتلم العجينة البنات يعني العجينة ما تكون شيبسة وما تكون شطرية نروحوا غير بالعقل على الفارينا باش اكذا ما تجي شيبسة شوفوا البنات يعني تجيب هاد القوامة راح نحطها داخل آآ يعني آآ بابي فيلم ولا شكارس يعني نضيفها ولا نخليوها ترتاح في الثلاجة في المرحلة الثانية راحة آآ يعني كيفاش نزينو الصابلي ديالنا هنا عندي كمية شوكولا البيضاء يعني دوبتها بدون اضافة وعندي ليغو فخات هادو شريتهم كي ماراكم شايفين هاد ليغو فخات يعني كيتشريهم البنات يعني حضرهم برك آآ على خاطش يعني سهلين لتكسر تكسروا بكل سهولة راح نقطع هادو الضوائر تع يعني الموتيف هادو كتاع البيبي هاد الورقة تجي فيهم خمسة وثلاثين حبة وعندي لمول هادو تع الشوكولا يعني يتبعوا بخمسة لف يعني يعني رخاص البنات قدروا تشريوهم آآ كينين في السوق كينين في الحوانت آآ شريتهم بخمسة لف راح نعمرهم بشوكولا البيضاء وليغو فخات اديو لي راح ن يعني نلسقهم من بعد في الصابلي هكذا البنات من بعد راح نقطع كي ما قلت لكم البنات الضوائر هادوك يعني لي موتيف هادوك تاع آآ يعني الراضيح نقطعهم كامل نوجدهم يعني لي كوفخات هادو البنات كي ما قلت لكم كين انواع واشكال تاع لي كوفخات كينين تاع الاولاد وكينين تاع البنات بلغوز هادو الورقات يجي كي ما قلت لكم آآ خمسة وثلاثين حبه بعشرين الف وكينين لي جيوا بربعة وعشرين حبه يعني كيف كيف بعشرين الف هكذا البنات من بعد ما قطعت لي كوفخات ديولي كامل من بعد راح نعمر لي مول ديولي بالشوكولا آآ كي ما راكم شايفين الشوكولا كي ما على بلكم آآ كيندوبوها منزيدو لهاش اضافات كينديروها فليمول سيليكون ولا فليمول هادو تاع الشوكولا يعني منديروش الاضافات يعني ندوبوها وحدها منديروش لزيت لما لحليب لولو سنونا يحاد تخسر وما يعني ما 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 تجيش يعني الجمدة آآ كين نحوها يعني ندوبوها وحدها من بعد كعمرت لي مول ديولي راح نخبطهم شوية هكذا باش يعطيولها الشكل لي زيت راح نحيه من بعد ندخلهم للثلاجة بعد ما نتحت يعني العجينة ديولي البنات راح نطبعها بهات آآ الطابع يعني الطابع دائري القيس آآ يعني المول تاع الشوكولا يجي يعني على قيسو من بعد نطبع كي ما راكم شايفين يعني ندير آآ العجينة ديولي آآ يعني نحلها بآآ بصمك آآ تسعة إلى عشرة مليمت يعني شوية خشينة راح نحلوها شوية خشينة باش جين الحبة عالية وتجين الشابة يعني من ديروها شرقيقة هايضا نواصل بهذه الطريقة البنات حتى نكمل كامل العجينة ديولي من بعد نروح نطيب للصبلي ديولي بدرجة 180 درجة هنا الصبلي ديولي من بعد ما طاب البنات نحيته وخليته يبرد تماماً من بعد نحيته شوكولا ديالي ديالي في المول كي ما راكم شايفين يعني تتنحو بكل سهولة بصحكي تشوفوا يعني زيادة هديك تقدروا تنحوها بكل سهولة يعني يعني حضروها برك بلك تكسر هذا ما كان من بعد وجدت كلش قدامي وجدت كيفش يعني واش نلسق في الصبلي ديالي رايحا نلسقو بالكغامل يعني يعطي لها ذوق ولا أروح وعندي شوية تاع آآ آآ لانوات كوكو تقدروا تعاوضوها بالكوكو المرحي رقيق رايحا نبدأ يعني نلسق آآ يعني الصبلي ديالي بالكغامل كي ما راكم شايفين راحا نسقهم زوج زوج وندير ثاني في الأطراف عاكده باش يعني نجوزوهم كامل فلانوات كوكو ولا الجوز الهند بهذا الطريقة البنات من بعد رايحا ندير آآ ليقو فخات ديالي رايحا نلسقهم شوية تاع شوكولة بهذا الطريقة نحطهم في الوسط يعني ناخدو الوسط مليح من بعد رايحا نلسق الضوائر ديالي تاع شوكولة ونزيد يعني لسقهم تاني بشوكولة حتى ما يعني ما يتنحوش بهذا الطريقة والصبلي ديالنا راهوها جد يعني ولا أسهل كلش سهل البنات هادي هي الطريقة الأولى وجبت لكم فكرة رائعة تاني آآ تاع الصبلي للمزيود رايحا نديرهم بليموتيف هادو يعني بالأشكال هادو تاع الرضيع يعني هادو درتهم بليموتيف هادو كيما راكم شايفين عندي الببغان عندي تريكو هادا وعندي لابوسيت هادو تاع الأطفال الصغار رايحا ندير الشكل واحد آخر درتوا بالغوز هاكتا تاخدوا فكرة يعني للبنات ثانية ماشي للاولاد بارك تقدروا تديروا للاولاد باللون الأزرق ولا اللون الأخضر من بعد رايحا نلسق زوج زوج وندير تاني في الأطراف بصح هادي رايحا ندير تاني في الأطراف من الفوق الحبة هاكتا باش جيني شابا من بعد وش رايحا ندير رايحا للسق ليموتيف هادو كلي درتهم بالطوابع يعني لابوسيتو والببغان وكامل رايحا نلسقهم في الواسط بواسطة الكرامل بهذا الطريقة يعني هادي جبت لكم كفكرة ولا حبيتوا يعني تديروا سبلسا ولا ما تقدرواش تشروا ليكو في خات هادوك ولا ما عندكمش المولتا شوكولا بهذا الطريقة من بعد رايحا عندي هنا حبيبات تاع العقاش رايحا نلسقهم باش يعطيلوا يعني الموديل هذا يعطيلوا اللمعان وتجي الحلوة ديالي شابا هنا قربت لبنات الكاميرا هكذا باش تشوفوا مليح كما راكم شايفين من بعد ما لسقت لسابلي ديالي رايحا نلسق ليكو في خات ديالي بالشوكولا مام الضوائر التوعي ثاني بالشوكولا وهي فرات الموديل واحد اخر رايحا نديروا ثاني بالموتيف بهذا الطريقة ولا اسهل يعني تقدروا تنوعوا البنات تقدروا تديروا للأولاد ولا للبنات تديوها كهدية كما قالت الأخت نوال نوال ان شاء الله تعجبك الوصفة وتديها هدية لأحبابك وأصدقائك هذو هما البنات الصابلي ديالي بعد ما زينتهم بهذا الطريقة يعني جاوب باي بزاف هيلين وابنان وشابين بالنسبة للكيسات الليبنات كنحطوهم تقدروا تديروهم في لنبخون هذو ليتباعوا في الأسواق كما تقدروا تديروهم في الكيسات عادي يعني مش شرط تديرو لنبخون هذو بهذا الطريقة يعني كل واحد ومقدروا اللي عندهم اللي نبخون هذو معلش يديو شباب خير بالصح تقدروا تديروهم في الكيسات عادي كيما درتانا بهذا الطريقة يعني على شرط يكون برك باللون الابيض مملي كيسات كي تكون باللون الابيض تعطي لذول القطو ديالكم كيما رأيكم شايفين هنا هدو هما القطو البنات التاعي الصابلي ديالي تاع المزيود ان شاء الله يعجبكم هذو هذا هو الفرق بين كتحطوهم في الكيسات وكت يعني تديروهم في لنبخون يعني كيما تحبون توما كل واحد ومقدروا هذو هما في طبق التقديم البنات يعني درتلكم للمزيود ولد والمزيودة بنت ولا ولد لي جيمو ولا يعني توام تقدرو تخلطو بين الأزرق والغص يعني والوردي كيما تحبو تقدرو تخلطو كلش مع بعض كيكونوا توام وتديهم هدية شابة وهيلة بمقادير بسيطة هذه هي البنات ان شاء الله البيت الطلب ديالكم ان شاء الله تعجبكم الوصفة ولعجبكم الفيديو بارتاجي والفيديو محببكم وصحبكم وما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم الرائعة والى الملتقى مع فيديو واحد اخر ان شاء الله السلام اشتركوا في القناة